اهلا بكم الى موجز اخبار الان تبنى تنظيم داعش اليوم الهجوم الارهابية الذي استهدف امس حافلة في المينيا بمصر والذي راح ضحيته عشرة الاقباط يأتي ذلك في وقت اكد فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بان اجهزة الدولة لن تهدأ قبل اينا لس مسؤولون عن هذا الهجوم جزاءهم على الجريمة ابلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري نظره الامريكي ريكس تيلرسون ان منفذي الاعتداء على الاقباط الذي اوقع 29 قتينا الجمعة تدربوا في معسكرات للمتطرفين في ليبيا وفق بيان السبت واكد شكري بحسب البيان توفر المعلومات والادلة كافة على تدريب العناصر الارهابية المتورطة في حادث المينيا الارهابي في تلك المعسكرات صرح رئيس اللجنة العلمية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية الجنرال ايغور ماكوشيف ان الخبراء العسكريين الروس اجروا خلال العام الماضي اختبارات على استخدام اكثر من 200 موذج من الاسلحة في سوريا هذا وتتهم منظمات الانسانية القوات الروسية بتحويل سوريا لحقل تجارب لاسلحتها الحديثة اطلق الجيش العراقي عملية واسعة لاقتحام المدينة القديمة في الموصل لاستعادة اخر مواقع يحتلها داعش في المدينة وتمكنت القوات الامنية العراقية من اقتحام احياء الشفاء والزنجيل والصحة الاولى اضافة الى المستشفى الجمهوري في الساحل الايمن للمدينة قالت مصادر امنية لبنانية ان انتحاريا من تنظيم داعش فجر نفسه بسترة ناسفة في هجوم على موقع للجيش اللبناني شمال البلاد ما اسفر عن اصابة عدد من الجنود واضافت المصادر ان قوات الامن ضبطت ايضا سيارتين مفخاختين قبل تفجيرهما في المنطقة ذاتها دعم الرئيس الامريكي دونالد ترامب تعهدا بمحاربة اجراءات الحماية التجارية بضغوط من حلفاء بلاده لكنه رفض التصديق على اتفاق عالمي حول التغير المناخي وقال انه بحاجة لمزيد من الوقت لاتخاذ قرار بشأنه وقالت المستشارة الالمانية انجلا ميركل ان المناقشات عن المناخ كانت صعبة جدا وغير مرضية مضيفة انه لا توجد مؤشرات عما اذا كانت الولايات المتحدة ستبقى في اتفاق باريس للمناخ ام لا اعلنت الخطوط الجوية البريطانية بريتش ايرويز الغاء جميع رحلاتها من مطاري هيثرو وغاتويك الرئيسين بسبب عطل في انظمة الكمبيوتر بحسب متحدث باسم الشركة وصراحة المتحدث بان الشركة تعرضت لعطل كبير في انظمة الكمبيوتر تسبب في اضطراب شديد في رحلاتها عبر العالم وقلت الشركة انها لم تعثر على دليلا ان العطل سببه هجوم معلوماتي الى اللقاء اشتركوا في القناة